حكام رصبه في الاختبار البدني أنا بصيت على الأسامي قلت يمكن فيه محاولة من اللجنة اللي تديهم مساندة الفترة الجاية بس اكتشفت أني ليهم علاقة بفكرة المؤامات والمصالح خالد جمال الغندور حسام عزب حجاج أسامي حكام المفروض اللجنة ما تخط لهاش اعتبارك كبير النصر شوف كدن حامد أعود الصح أه لما أنت تبتدي بداية من غير تخطيط من غير سياسة من غير معايير من غير أي حاجة من قلت في البداية الكلام كل شيء هيبقى متاح وكل شيء هيبقى ممكن شكاية بنقول إيه لو هنرجع لبريرة الناس اللي كانوا يتكلموا على بريرة بريرة كان واخد قرار الحاكم اللي هو ما بيوفقش في الاختبار الورنر أيا كان ولا هيلع بفر ولا هيلع بحاكم لغاية لمكتزر المنبدرين يتحدد له بعد 13 شهر 13 شهر حكا ده ما بيجيش خالص يقرب ولا لحية الفور ولا لحية الملعب 13 شهر تعيد تم يعني وفقت بترجع تاني طيب ليك مرة تانية أخيرة بتعملها وبعد كده يقولك خلاص مش هتلعب تاني مش معاي في الموسم ده خالص أنا بقول حاجة مهمة جدا هي لاجلة دي مش هي دي لاجلة بريرة اللي اشتغلت على اللوايح بتاعت السنة اللي فاتت واللاجلة بريرة موجودة فيها الكلام ده النهاردة احنا ليه مش بنمشي في اللوايح خاصة ان احنا نهاردة بنشيد ببريدها في الناحية الإدارية نحن فانية احنا قلنا مش قد كده الناحية دي لابنشيد بيه ان هو عمل نظام وعمل الساسي معاني حاجة جميلة جدا طيب مبريدها كان حاطة نظام حكم وده كان حقيقي فعلا هو ده صح الحكم اللي بيرصب اول لم يوفق ترى تشفر عشان ايه قسنا ما يكون حكم صغير النهاردة اللي بنتكلم كابتل النهاردة انت بتكافئ حكم لم يوفق كابتل على معرضت حساني والحكم اللي هو نجح النهاردة الحكم اللي نجح تبدأ فين سياسة السواب والعقاب اللي نجح عاد في البيت يعني أنا وليسية النهاردة بيلعب أنا النهاردة بس السؤال هو انت النهاردة الراجل لم يوفق انت بتكافئه طيب اللي نجح ده هنعمل له ايه يعني هي دي ليه لان ما فيش بلاوايح ما فيش أو عندنا مش عاد نمش عليها اي عمل بدون تخطيط وبدون معايير وبدون سياسة الحكام كلها تعرفها كبتل اسمائي الحكام بتدل ان في مجاملة كابتل نصر واضح ده اللي احنا جايفينه ده واضح بأمانة واحنا هنا مش نوغل الحقيقة هنا يا جماعة والله احنا معكم والنادي الاهلي اول نادي في البطولة قال ان انا داعم ومثال التحكيم مجلس ادارة بالكامل ودي كانت حاجة جميلة جدا من النادي الاهلي وقف مع التحكيم ولكن احنا جماعة ارجو اتمنوا ان احنا يعني انتوا تعرفوا ان في ناس فهمك واتس اوي